الحلقة ناقشت تجارب المناطق العلمية في مدينة أصفهان للعلوم والتكنولوجيا من خلال عرض مرحلة ما قبل اختيار وانتقاء الأفكار التي سيتم احتضانها علاقة العمل هذه تنقل خبرة المناطق العلمية التقنية خاصة في الجمهورية الإيرانية وفي آسيا بشكل عام إلى كافة المعنيين في السلطنة وهناك الحمد لله جهات كثيرة محتمة بهذا الجانب من عدة مؤسسات كما ناقشت الحلقة أيضا الإقراءات التنفيذية المتعلقة بتقييم وتطوير النموذج والتسويق في مجمع ابتكار مسقط لدعم الابتكار والبحث العلمي وتطوير المنتقات في السلطنة حتى يسهم في رفض الاقتصاد المحلي المحاور إن شاء الله يهتم عن كيفية الحاضنات كيفية إدارة هذه الحاضنات التعامل مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة كيفية مساعدة إنشاء هذه المؤسسات أو الشركات نعقاد مثل هذه ورشة العمل بطبيعة الحال يأتي في قلب الخبراء وأيضا قلب الشركاء من داخل السلطنة من مختلف المؤسسات المعنية بالقطاعات المختلفة أو المعنية بالابتكار ودعمه أو ريادة الأعمال كما اجتملت الحلقة أيضا على عرض تقديمي حول مشروع مجمع ابتكار مسقط كبيئة حاضنة ومحفزة للابتكار والتحول نحو اقتصاد معرفي حلقة العمل هذه تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية وسيناقش فيها المشاركون الخبرات والمعلومات المتعلقة بإدارة حاضنات الأعمال التقنية وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في هذا المجال إبراهيم بن سالم الهادي من فندق جراند هورموز مسقط